هنا بس أقول لكم التشكيل المتوقع قبل ما تحول للأخبار الأهلي والزمالك لمباراة الغد محمد الشناوي في حراسة المرمى محمد عبدالشافي أحمد حجازي الوينش باهر المحمدي في خط الظهر أنا بنقوله كده عشان لو إن شاء الله الأمور كانت زي ما احنا قلنا بنبقى طبعا بنبقى مبسوطين جدا من التوقعات الخاصة بنا كبرنامج البريمو طريح حامد وعمر سلية في خط الوسط هسين الشحات وقفشة ومحمد صلاح في الجزء الأمامي أما في الهجوم كرأس حربة هو محمد شريف المجموعات خلي بالكم برضو أنا هرجع للمجموعات مرة تانية وقول لكم من المجموعة الأولى ويه الشكل بالنسبة للترتيب بعد الجولة الأولى المجموعة الأولى اللي فيها الجزائر وبركينة فاسو والنيجر والجيبوتي الجزائر طبعا زي ما بتقوله حاكم كذبة الماتش الأولاني وفي المركز الأول تلات نقاط ثم ببركينة فاسو أيضا فازت في المباراة الأولى بالنسبة له وفي المركز الثاني بفرق طبعا عدد الأهداف الكبير اللي كان للجزائر النيجر في المركز الثالث والجيبوتي في المركز الرابع المجموعة الثانية تونس في المركز الأول زنبيا أيضا في المركز الثاني ومريتانيا في المركز الثالث وغينيا في المركز الرابع في هذه المجموعة الثانية المجموعة الثالثة نيجيريا ثلاث نقاط في المركز الأولى ثم الرأس الأخضر وأفريقيا الوسطى في الثاني والثالث وليبيريا في المركز الرابع المجموعة الرابعة الكاميرون في المركز الاول بتلات نقاط ثم كوديفور في المركز التاني بعد تعادلها بنقطة واحدة ثم موزنبيك في المركز التاني التالت في بنقطة واحدة ايضا بعد تعادلها مع كوديفور وملوي في المركز الرابع المجموعة الخامسة مالي بتلات نقاط في المركز الاول ثم اوغاندا ثم كينيا ثم رواندا امامكم على الشاشة ثم المجموعة مجموعة مصر ليبيا في المركز الأول بثلاث نقاط بفرق الأهداف ومصر في المركز الثاني بثلاث نقاط أيضا بفرق أهداف زي ما قلت لحدكم ثم الجابون ثم أنجولا المجموعة السابعة غانا في المركز الأول ثم جنوب أفريقيا وزمبابوي واثيوبيا في المركز الأخير في هذه المجموعة سنجال في المركز الأول في المجموعة التمنى ثم الكونغو وناميبيا في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع المجموعة التسعة المغرب 3 نقاط في المركز الأول ثم غينيا ثم غينيا بساو في المركز الثالث والسودان في المركز الرابع في هذه المجموعة المجموعة التسعة المجموعة العشرة بينين في المركز الأول 3 نقاط ثم كونو ديمقراطية وتنزانيا في المركز الثاني والثالث وأخيرا مضغشكر في المركز الرابع في هذه المجموعة المجموعة العشرة ده ترتيب المجموعات بعد مباراة الجولة الأولى في هذه التصفيات اتمنى طبعا منتخبنا عزا أقول لكم بيتاخد منتخب واحد وبتدوا طبعا القرعة تتاخد من هذه المجموعات منتخب واحد فقط هو المركز الأول وبيلعبوا مع بعض للوصول للكأس العالم إن شاء الله يبقى من نصيب منتخبنا الوطن